مشاهدين هنروح مع حضراتكم لمنا وموجز لأهم وآخر الأخبار تفضلي مننا شكرا هدير التاسع سواحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم الشخيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجذبات سياسية كما أكد استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لمنيفي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التوافق على ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعا من الليبيين أنفسهم مع التجديد على أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي بالتوادي مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان تنفيذ آية تسوية سياسية هذا وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال الاتصال عن خالص التقدير لموسى نادة مصر الصادقة لبلاده امتدادا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وجه رئيس عبد الفتاح السيسي باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدر الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي إلى جانب ترشيد الانفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة وخلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وعلى دب من المسؤولين وجه الرئيس السيسي بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الانتاج وتوفير فرص العمل فضلا عن استمرار الانفاق على برامج الصحة والتعليم وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021-2022 حيث بلغ معدل نمو الإرادات نحو 20% وبلغ معدل نمو المصروفات نحو 15% إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره 97 مليار جنيه بنسبة 1.3% من النتج المحلي الإجمالي يعقد اليوم الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب كان المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان قد أكد في وقت سابق أن العقادة مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها وموعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين افتتاح ستة فروع لشركة جسور وبدأ العمل بالمنصة الإلكترونية حتى الآن نحو 1138 شركة غالبيتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالية عدد منتجات بلغ نحو 19 ألف منتج ويأتي هذا الافتتاح في إطار الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات أكد قائد قوات أمن المنشآت السعودية عبدالله بن سعد العتيبي اكتمال جهزية قوات أمن المنشآت المشاركة في موسم حق العام الحالي وأشدد العتيبي على الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام والالتزام بالحق وفقا للإجراءات النظامية المقررة من قبل وزارة الداخلية ومتابعة من قيادة قوات أمن الحق وأنه لا حق لغير المصرح لهم حفاظا على سلامتهم استقبل الرئيس الفرنسي منويل ماكرون المستشار الألماني أولاف شولتس بالعاصمة باريس وأوضح المتحدث باسم المستشار الألماني أن اللقاء بحث الأزمة الأوكرانية وسبل تأمين استقلالية أوروبا في مجالات الطاقة والدفاع والمواد الخام الاستراتيجية وأضف المتحدث الألماني أن هذا النوع من المحادثات يتيح تعزيز العلاقات الألمانية الفرنسية ولسيما بعد قمتي حلمش في شمال الأطلنطي النيتو ومجموعة السبع نهاية مجدد التساع عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل